قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي نصاروخ فلسطين اثنين أحدث تآكلا في مفهوم الردع لدى الاحتلال الإسرائيلي وأضاف أن سطوة الاحتلال تقوم على امتلاك أسلحة الردع التي تجعله يفترض أنه بمأمن من مساس أي أحد به مشيرا إلى أن صاروخ فلسطين اثنين مع المقاومة في غزة يجعل الاحتلال أكثر خوفا من ارتكاب جرائمه الإرهابية اشتركوا في القناة